اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وكذلك من أجل التعبير على أن الشعب الفلسطيني ليس وحده في هذه المعركة أن الشعب الفلسطيني مدعم من طرف جميع شعوب العالم ومن طرف الشعب المغربي ومن طرف كافة قواه الحية والمناضلة والديمقراطية بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا من جهة من جهة أخرى كذلك نستغل هذه المناسبة لكي نعود ونجد المطلب دينا للدولة المغربية بضرورة وقف التطبيع وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم وإسقاط جميع العلاقات السياسية والديبلوماسية والعسكرية والثقافية مع الكيان الصهيوني الغاصم وطرد وإغلاق ما يسمى بمكتب الاتصال الكيان الصهيوني في الرباط وطرد ما يسمى بالبيعتاء الصهيوني اللي هي موجودة في الرباط واللي يقال بأنهم رمشوا في حالاتهم وبالتالي فقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني هو مطلب جوهري بالنسبة لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإسقاط التطبيع هو هدف من الأهداف اللي كان نضلوا لها في المرحلة وسنستمره في النضال عليها إذن نحن هنا في هذا الاعتصام لدعم المحكمة محكمة العدد الدولية لدعم دولة جنوب إفريقيا وفي نفس الوقت لإدانة الصمت ديال المنتظم الدولي والصمت ديال الدول العربية بالمتواطع الدول العربية وكذلك لإدانة الدعم الصخي ديال الرأسمالية والإمبريالية وخصوصا أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها للكيان الصهيوني دعم ديالهم الصخي بالمال والسياسة وبجميع الأشكال ديال الدعم وكنشكركم أنتم اللي جيتوا تغطيوا هذا الاعتصام وكل الدعم لشعب الفلسطيني وكل الانتصار للقضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر